السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما مع دروس الجيد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي درس اليوم تم لدرس رقم اربعة عشر الزاوية منصف الزاوية صفحة تسعة وسبعة نبدأ بالتمليل العاشر وحدد الجواب صحيح نعم او لا عنا نصف المستقيم او اكس نعم منصف للزاوية ا او بي اذا الزاوية او بي اللي عنا هي ا او بي وعنا المنصف او اكس قلك واش هو نصف الزاوية المنصف ديه الزاوية او لا لا نعم انا قبل ما نبدأو اننا اقدر تهنير على ما بيركر الطريقة الاحتيادية اللي كنديرها كنديرها هنا يا علاماتين بيركر ثم كنشوفو واش هذا في النصف او لا اذا هذا اكس او اكس هو منصف الزاوية اذا نعم بالنسبة للزاوية الاخرى جي او كا ج أو ك قالوا لنا المنصف أو إيجريك واش هو المنصف أو لا عوض بنفس الطريقة بالبركاز استخدمناه نلقينا بأنه هو المنصف ديات الزاوية دابع لنا المنصف نصف المستقيم أو في مرصف للزاوية ج أو إف إذن كيف كنشوفه هنا يعني زاوية قائمة ونزاوية قائمة بما أن هذا عاتلنا زاوية قائمة إذن هذا منصف بشكل مباشر يعني بلا ما نحتاجه أننا نتبدوه ونعم ثم نصف المستقيم أوتي منصف للزاوية إذن الزاوية إن أو إم وعنا أوتي واش هذا يعني منصف للزاوية أوجف النصف ديالها لكن شوفونا هي الزاوية تسعين درجة نتقريبا واحد تلاتين درجة إذن غير منصف إذن نديره علامات ثم السؤال الحادي عشر أو التمرين إحدى عشر أنقل الأشكال ثم أنشئ المحاور تماثل كل واحد منها ثم ألون منصف كل زاوية في كل شكل إذن بالنسبة لنا أنا ما غن نقلهمش فقط غن نحتمد في الكتاب غن نرسم نعم المحاور ديال التماثول نعم إذن بهذه الطريقة كنكون نرسمنا نعم المحاور ديال التماثول بالنسبة للمستقيم ولمعين وكذلك بالنسبة للمربع ده أقل لك ثم ألون نصف نعم مطلوب مني ثم ألون منصف كل زاوية في كل شكل مثلا إذا أخذينا على سبيل المثال هذه الزاوية هذه تفقنا فالمنصف ديالها هو هذا المستقيم هذا المستقيم هذا تفقنا إذن نقدر للمعينه بهذه الطريقة وأن الشيء ينطبق على الأشكال أو العلامات الأخرى ثم ننتقل للتمرين دقم 12 أنا أولا ألاحظ الشكل وأحدده بدون منقلا قياس الزاوية B أو C وقياس الزاوية C أو إيجريك علما أن O B هو منصف الزاوية A أو C نعم إذن قالوا أننا نحدد الزاوية B أو C هذه هي B أو C هذه هي الزاوية اللي نطلب مننا أننا نحددها الزاوية الأولى ثم قياس الزاوية C أو إيجريك C أو إيجريك وطلبوا مني أننا نحدد هذه الزاوية هذه قال لك علما أن وأن O B هو منصف زاوية A O C يعني هذا المنصف لها الزاوية إذن هذا الشيء اللي عندنا هنا إذا كان هذا هو المنصف نعم إذن إحنا نحسبه هذه اللولة إحنا نعرفه هنا زاوية قائمة زاوية قائمة ما شكتكون 90 درجة وإحنا هذه الزاوية A O X شعال فيها 30 درجة إذن شعال غيب قليلا 90 ناقيس 30 كذب قلنا 60 درجة وبما أن هذه الزاوية هذا المنصف لها تفقنا إذن إذا كانت هنا 60 فبطبيعة الحل هنا ستكون 60 درجة أيضا هنا ستكون 30 درجة وبهذا نعرفنا نعم عرفنا القياس الزاوية لنا نعم الزاوية B O C 60 درجة والزاوية C O Y القياس لها هو 30 درجة ثم بقى أنقل الشكل على دفتري وأحدد زاويتين متكاملة وزاويتين متتمتين نقولهم متكاملتين بمعنى فيهم 90 درجة ونقولهم متتمتين بمعنى فيهم 180 درجة إذن بالنسبة لزاويتين متتمتين ممكن نقوله A O X تفقنا A O X هذه الزاوية اللولة والزاوية الأخرى ممكن نقوله A O Y تفقنا إذن هذه زاوية متتمتين كيأتيونا إذا جمعنا الزاوية A O X في هذه الثلاثين وإذا جمعنا الزاوية A O Y غيكم فيها 150 درجة 6 زايد 680 120 عفوا زايد 30 150 إذن 150 درجة وكيأتيونا 180 بالنسبة لزاويتين متكاملتين نقدروا نديروا نفس الزاوية A O X ونديروا B O A أو لا نديروا العكس نديروا B C O ونديروا C O Y تفقنا ثم نتقل التمرير الرقم 18 أو 13 عفوا هلنا ألاحظ وأنقل الشكل على دفتري بأكتب إسم الزاوية المتكاملة وقياسهما نعم نشوف قلق زاويتين متكاملتين منك نقوله متكاملتين كيأتيونا 90 درجة نعم إذا من النسبة لنا هنا يعني هذه الزاوية 27 درجة وهذه 890 درجة وهذه 55 درجة نعم من النسبة لنا هنا ما كذب النشي الزاوية متكاملة باش تكون زاوية متكاملة نخصد تسعين هنا عنا 98 وهذا العدد هذا غيكون 82 درجة ما بين 55 و 27 إذن معنى الزاوية متكاملة ثم جيم ونشئ مستقيم NX العمودي على MQ وأحدد زاويتين متتامتين إذن رسموا هذا المستقيم نعم إذن الآن رسمنا هذا المستقيم بواسطة المثلث تفقناك يأتينا زاوية قائمة لأنه منك نقوله عمودي نعم إذن هذا هو المستقيم اللي نصمناه قلق ثم على MQ قلق وأحدد زاويتين متتامتين بالنسبة للزاويتين متتامتين كانين نقدره نعتبره RNQ هذا RNQ وممكن في نفس الوقت والزاوية عندنا RNM أو أننا نأخذ هذه الزاوية XNQ أو QNX وXNM وكيأتينا المجموعة دي ومئة وثمانون درجة اللي غدتكون زاويتين متتامتين للمجموعة دي ومئة وثمانون درجة كيف قلناه تمرير الرقم 14 أنشئ باستعمال المنقلة والمسترى زاوية X أو Y قياسها 72 درجة وزاوية أخرى G-E-K قياسها 125 درجة وأنشئ باستعمال المسترى والبركر منصف X أو Y ومنصف G-E-K إذن أصدقائي حاولت نقلب على المنقلة معرفة صراحة فين مشت وخمالنا إذن هنا يعني 72 درجة إذن كانت 72 درجة غدكون تقريباً الزاوية دينا بهات الشكل هذا غدتقريباً لأنه أنتما غدروا المنقلة ديكم من هنا تفقنا غدتحسب منصفر حتى 72 درجة حتى دلقة 72 درجة بواسطة المنقلة تفقنا إذن تقريباً في حال من هناك هنقوله 72 درجة تقريباً في حال هات الشكل اللي عنا هي 70 تقريباً كنزيدوا واحد جوج ديال الميلومتر تفقنا أنا المنقلة ديها اللي موجتهاش تفقنا إذن 72 درجة هذيك هي الزاوية الأولى بالنسبة للزاوية الثانية فالمطلوب مني أنها يكون فيها 125 درجة إذن 125 درجة عود الزاوية ديالي من بعد ما كنكون ديرت المستقيم ديالي كنحسب منصفر حتى المئة وعشرون درجة ها هي مئة وعشرون وكنشوف مئة وخمسة وعشرون تقريباً كتجيلي الزاوية بهات الشكل هذا تفقنا يعني تقريباً الزاوية ديالي كتجيب هات الشكل من بعد درجة طلبوا مني أنني نرسم المنصف وكيف قلنا المنصف كنستخدمه بواسطة البركر يعني كندر واحد جوجد النقاط في حال هيدا على الشكل ديالي تفقنا ومن بعد انطلاقاً من هذ النقاط هذو من اللي حددتنا تفقنا نعاود نحدوها مرة أخرى إذن هذي هي نعم كندروا في حال واحد دائرة من هنا عاود دائرة أخرى نعاود الدائرة الأولى ذاكنا نقاطها وسطية نعم ثم كربط إذن بالنسبة لنا هذا هو منصف الزاوية نفس الطريقة غددروا مع الزاوية ديال 75 درجة تقريباً غدجي هنا تفقنا 72 درجة تقريباً 35 36 درجة غدكون فيها يعني اللي حسبنا من هنا غدجي تقريباً هنا تقريباً باب الشكل هذا تفقنا إذن ثم سؤال 15 أو 25 مطلوب مني أعيد تتبع الخطوات وأنشئ منصف الزاوية أو بهنا يغيباً كنت تعلموا يعني كرسم هذه الزاوية ثم كرسم هاد القطاع اللي قتلكم هنا هنا يكرح دوهم بركاء ثم كنديروها تشكل هنا باش كي أعطينا المنصف وكتجينا في الوسط ثم تمرين رقم 16 مطلوب مني هنا أنني نربط هاد الزاوية F G F E تفقنا ثم غنرسموها نقطة Y تفقنا وما قالونا أننا نطبعوه بالأنصخ ونضيروه في الدفتر ديالنا النقطة Y باش يكون الزاوية O F Y و R F E يكونوا زاويتين متتامتين ما معنى متتامتين خس يكون في 180 درجة نعم وباش نحصلو على الزاوية R E F إذن خسنا الزاوية غا تجي تقريباً هنا الزاوية Y تفقنا وغنحصلو أيضاً على الزاوية R F E أنا رسمتها النقطة Y رسمتها هنا هذي النقطة Y تفقنا وعننا جد الزاوية عنا الزاوية اللولة عنا R أو لا E عفواً E F Y E F وعننا الزاوية الثانية R F E وهذه الزاوية تجي تجي بيونك يكونوا زاويتين متتامتين بمثالك يعطيونا 180 درجة ثم بالنسبة للشكل الثاني نطلب مني أننا نرسم النقطة G نتخاص بعدها هو اللول يعني الزاوية دائماً الزاوية F من هنا ثم طلبوا مني نرسم النقطة G نعم باش يعطيونا زاوية سيبت المنطقة بمعنى يكون فيها 90 درجة تفقنا يعني كنقولوا زاويتين متكاملتين إذن أشخاصي ندير ندير هنا هي زاوية قائمة فقط غنجيب المثلت ديالي وغير رسم زاوية قائمة إذن هذه الزاوية هذه هذه هي النقطة النقطة G تفقنا وكذا عطينا هنا هي المجموع ديال هذه الزاوية هو 90 درجة ثم الأخيرة ما طلبوا مني نرسم يعني الزاوية ديالي ولكن الرأس دي هذه المرة غير يكون هو نعم وهذا بداش تطلبوا مني تطلبوا مني أني نرسم المنصف ديالها اللي هو النقطة OX اللي قلنا كستخدموه بركاء بنفس الطريقة اللي تعلمنا نعم نديرو نقطتين على الزاوية ثم نديرو النقطة ديالنا اللي غيرتيننا المنصف ديال الزاوية وهذه النقطة غيرتين نسميوها كيف قلنا عنا X تسمى OX تفقنا بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس ألقاكم مع الدرس المقبل إن شاء الله الذي سيتعلق بإنشاءات هندسية شكرا لكم وإلى اللقاء